أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأوضاع في غزة باتت تمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبق للآلة العسكرية الإسرائيلية وانتهاج متعمد للسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار وخلال القمة السعودية الأفريقية برياض أعلن شكري أن مصر تجدد الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين نفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية مع التأكيد على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القصري للمواطنين في قطاع غزة